السلام عليكم و هل فيكم فيديو جديد طبعا اليوم رح نتكلم عن الماكبوك برو 15 انش اللي بيصير حين 60 انش انا متشجع و متحمس لحق الجهاز ده لان افكر اني اشتري فصاح ربيلتها جميع فلوس لكن نشوف التسريبات حقتها فبقم اني قاعد افكر فيه واشوف التسريبات كلها فليش قلت عني ليش ما احطها للكم و اتوقع ان اشخاص ما بمتحمسين الحق الجهاز و ما بمتحمسين لابتوبات افهم و كما اتكلم عنه الجهازه هو مثل ما قلت اكلم بداية تسريباته 15 انش انتقل الى حين بيكون 16 انش اتوقع ان الكلام حقه انه يمكن ما رح يتغير حجم الجهاز بس ان الحواف رح تصغر شوي ويمكن التسريبات الجديدة لان التسريبات طلعت حين حق النسخة تجربية حق السوفتيراته طلع فيها ليقونة حقتها و شكل الجهاز تقريبا كنس صاير اكبر شوي و في مسافة شوي اعرض شوي فنشوف قدامها كيف بيكون طبعا لو بتشوف التسريبات هذه الالوان رح يكون لوني نفس الالوان الغديم اللي هو السيلفر والسبيسي غريل الرمادي والرصاصي والرمادي توقع هذا الاشياء و ما رح تغيرها توقع هذا الالوان ثانية أو شيء اللوغو 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 سيتم طافي أول كان شقارت و قاعدنا سيتم طافي لا يوجد انارة فيه لو نزوم تشوفون البار تصبح أكثر لان كانت أول ابل تتشبار تشبار تقريبا اسمعي خليته قامل فوق و شالت السكيب خيار السكيب صار مع التشبار اشخاص كثار يقولون ليش شلتوه يعني تقدم عند الشيء فأتوقع بلنا بترجع تخلي السكيب زر عادي لشيء الثاني و برضو لو نشوف الجهة الثانية البصمة ممكن البصمة بصلوها برضو و صارت فيه مسابة توقع ممكن البصمة بيحطون بصمة جديدة او بصمة اسرع رح نشوف قدام شو يصير في البصمة برضو الأزرار يقولون التسهيرات كبيرة انه قبل سترجع لحق الأزرار الغديمة فنشوف برضو هل بترجع لحق الأزرار الغديمة والأزرار الجديدة نشوف قدام التسهيرات قوية يقول لك كانت فيها مشاكل عندها الأزرار اللي هي بتر افلايت وصلوا للنسخة الرابعة ما انه النسخة الرابعة هم سوينه ماذا هي مشاكل خلاص تعدلها لماذا تكمنون ماذا بيرجعون يوم عدلوها وتعبوا نفسهم بعد 4 سنوات و برضو في تسربات اول امس ان المداخل تندر بولت رح تكون ثلاثة منه الماكبوك برو 15 انش اثنين منه و اثنين منه يمين يسار اثنين الحمد الجليد ب 16 انش رح يكون ثلاثة منه فتغريبا هذا التحديث الجليد لحق الابتوبات لحقهم وانا يكون 16 الاخمسة فى اول تحديث لحق الابتوبات السنة سيكون على الماكبوك برو 15 انش سيكون 16 انش التسربات الجليدة يمكن سيكون 13 انش و هم سيبدأون على 15 انش و بعدها سيبدأون على الجهاز الثاني يمكن الثلاثة ما يصغرون الحواف بس نحن نتكلم عن 16 انش البطارية ما اتوقع يحركونها يمكن نفسها بما انها ثلاثة اربعة ساعات شي حلو لحق شغل قوي اتمنى ان ابول ما تتدقق على الحجم عادي كبري ابول بس التسربات طالعة انها لم تكبرت الحجم اتمنى ان تكبرها تخلي اداء اقوى تخلي المراوح تكون افضل لانه شغل قوي فنشوف قدام ما نقدر نحن نشوف الحجم او وزن الجهاز عندما ينزل فعلي ونشوف الحجم بالضبط او الوزن بالضبط البداغين عليه تطاع التسريبات ان الشاحن سيكون 96 واط وهذا يدل على ان الشاشة تنزل المدخل الخارجي من وراء 96 واط يدل على الشاشة ويشحن جوالك يشحن لابتوبك بشحن سريع فهذه كل التسريبات ما ادري هل ستضع معالج جديد او جرافيك سكار جديد او شيء ما ادري ان شاء الله يحدثون في الاشي يعني يرفعون لداء يعني يحطون معالج لسوميات جديد والمعالج برضو الجديد او ان يعدلون في المراوحة ويرتبع اداء الجهاز فكل هذه التسريبات هذه الاشياء كلها اللي نعرفها حين و سويت الفيديو كده سريع ما بيتكلم فيه كثير و احط اشياء كثيرة عليه علشان بعدين تتعب و انا عارف ان الفيديو دي او السلسلة دي ما احد يدقق عليه خاصة من الاتبات ابر فبس ففي نهاية الفيديو لا تنسوا مشترك والغناة ونشر المقطاع وعمل لايك المقطاع وفي تعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوا ان الفضل بدعاكم وفي تصوير من الايفون الابن وبرو ماكس نسخ تجربية الثالث الى اس 13.2 ولا تنسوا ان الفضل بدعاكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة